هي تجارب طال انتظارها لعقود هذه خلايا جذعية استمدت من جنين بشري كان أصغر حجما من رأس الدبوس وصارت عددا لا نهائيا من الخلايا العصبية وللمرة الأولى حقنت هذه الخلايا في شخص مصاب في عموده الفقري أهمية الأمر في أن الخلايا الجذعية هي أكثر الخلايا المتاحة للعلاج فعالية يمكنهم أن يصنعوا منها جميع أنواع خلايا الجسم وبكميات جيدة لذا قد نتمكن من تصنيع الخلايا التي نريدها إذا نجحت التجارب التي يمكن أن تستمر خمسة إلى عشر سنوات في أغلب إصابات العمود الفقري لا تقطع الفقرات وإنما يتلف الغلاف الذي يحمي الخلايا العصبية ما يمنع عملها وقد تم حقن مريض شل حديثا من صدره إلى قدميه بخلايا جذعية جنينية أملا في أن تعيد هذه تغليف الخلايا العصبية على فئران التجارب أدت التجربة ذاتها إلى استعادة ببعض الحركة الشركة التي صنعت الخلايا الجذعية الجنينية متفائلة للغاية بشأن الإمكانيات بعيدة المدى لعلاج عدد من الأمراض هكذا تحدثوا في مقابلة العام الماضي ما قد تحقق الخلايا الجذعية لمرض الأزمة القلبية أو السكر أو مصاب في العمود الفقري هو أن يذهب إلى المستشفى ويحقن بهذه الخلايا ثم يعود إلى منزله بعضو متعافن لكن قبل أن يأخذنا الأمل لنعلم أولا أن أولا ستة مصابين في العمود الفقري سيتلقون بداية كميات ضئيلة للغاية من الخلايا الجذعية للاطمئنان على سلامة التجربة ولا يمكن لأحد أن يقطع بأن هذا العلاج سينجح مطلقا مع البشر ويبقى المرضى والعلماء معا في انتظار النتائج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر